احبتي مشاهدي فضائية العراق التربوية اهلا ومرحبا بكم في درس اخر من دروس الفيزياء لصف السادس العلمي هذا هو الدرس السادس من الفصل الثالث التيار المتناوب عزيزي تناولنا في الدرس السابق مخطط الفولتية في دائرة التيار متناوب متوالية الربط الحمل فيها مقاومة صرف ومحث صرف ومتسعة ذات سعة صرف راح نحاول عزيزي نعيد ما اخذناه بالدرس السابق دائرة تيار متناوب متوالية الربط الحمل فيها RLC يعني احنا نسميه RLC يعني مختصر المقاومة صرف ومحث الصرف والمتسعة ذات السعة صرف مخطط الفولتية عزيزي هنا في ربط التوالي اذكرك انه عندي مخططين مخطط الفولتية ومخطط الممانعة مثل ما اخذنا بالدرس السابق قلنا عزيزي هذا VL باعتبار التيار على محور X الموجب ففولتية المحث او المتجه الطوري للفولتية في المحث يتقدم عن متجه الطوري للتيار بزاوية Pi على 2 وفولتية المتسعة تتأخر عن التيار بPi على 2 والفولتية عبر المقاومة الصرف تكون مع التيار بنفس الطور ممكن عزيزي افتراضيا ناخذ هنا انه الVL اكبر من الVC راح نتناول بعد قليل امكانية ان تكون الVC اكبر فرح تكون الخواص سعوية راح نتناولها بعد قليل هذا VTotal هاي الزاوية Pi واذكرك الزاوية Pi هي زاوية فرق الطور المحصورة بين الفولتية الكلية والتيار الكلية باعتبار هنا انا اكو تيار كلي موجود على محور الX اكسزي فرح يكون هذا عندي VL ناقصا VC اللي سميناه فولتية الرادة لاحظ تسميات عزيزي VX فولتية الرادة من خلال هذا المثلف القائم الزاوية هذا هو الوتر المجاور هو VR المقابل هو VL ناقص VC اللي هو بولتية الرادة لاحظة عزيزي خواص هذا المخطط خواص هذا المخطط اولا اولا VTotal square حسب قعدة في ثغرس الوتر تربيع يساوي المجاور تربيع زائدا المقابل تربيع لاحظة عزيزي يعني في هذا الفصل بساطة هذا الفصل انه حتى اذا نسيت انت بالامتحان حتى اذا نسيت القانون يعني ممكن ان طلع القانون وتستنتج من الرسم ممكن ان استنتج القانون من الرسم اذا الرسم المخطط جدا مهم في الحل اثنين تان فاي يساوي حتى اذا نسيت نحن نعرف جيب زاوية العفو ظل زاوية تان هو المقابل على المجاور اذا المقابل الآن عنديها سفولتية الرادة اللي هي VL ناقص VC على VR ثلاثة كوسين يزاوية فاي قلنا راح نتناولها بعد قليل ليش انا اخدت الكوسين وركزت عليه راح نعرف بعد قليل الكوسين عزيزي مثل ما نعرف هو المجاور على الوتر VR على VT بالنسبة الى معادلات التيار ومعادلات البولتية هنا عزيزي التيار راح يعطى I total هو النفس راح يكون IR نفس IC نفس IL ويساوي I maximum sine omega T بينما اللاحظ VL راح يساوي V maximum sine omega T زائد باي على 2 باعتبار راح يتقدم عن متجه التيار بزاوية باي على 2 VC VC يساوي V maximum sine omega T ناقص باي على 2 VR يساوي V maximum sine omega T لاحظ لاحظ هنا لا يوجد فرق طور في المقاوم الصدر لكن في المحث يتقدم التيار الفوطية تتقدم عن التيار بزاوية π على 2 بينما في المتسع راح يتأخر بزاوية باي على 2 عن التيار عزيزي لاحظ من خلال هذه الملاحظة لأنه أكو سؤال في أسئلة الفصل مضطرق لهذا الموضوع يعني هنا من خلال هذه الملاحظة أستنتج أنه المتجه الطوري للفولتية لاحظ عزيزي يتقدم عن المتجه الطوري للمتسعة بزاوية باي بزاوية باي متعرض في سؤال من أسئلة الفصل بربط التوازيل راح نجي ناخده بعدين أنه لازم أني أفهم هذا المخطط وأجي أدرس من جميع نواحي يعني هنا التيار يتقدم عن متجه الفولتية بزاوية 90 هنا الفولتية تتقدم عن الفولتية في المتسعة في المحث يتقدم عن المتسعة بزاوية باي بزاوية فرق طور باي خمسة اللاحظة أزيز هنا ملاحظة مهمة جدا إذا كان في ال أكبر من في سي يعني إذا كان فولتية المحث أكبر من فولتية المتسعة هذا راح يؤدي أن الفاي قيمتها راح تكون موجبة يعني في الربع الأول وعليه راح تكون الخواص حثية بسبب بسيط جدا أنه هنا الفولتية تسبق التيار بزاوية فرق معينة اللي هي فاي يعني الفولتية تسبق التيار متجه الطوري للفولتية الكلية يسبق المتجه الطوري للتيار بزاوية فاي لكن إذا كان في سي أكبر من في أل هذا يؤدي أن الفاي سالبة يعني راح يصير الشغل مالتي بالشكل التالي بالربع الرابع بس مثل ما راح نجي نشوف بالسؤال اللي بعد وهذه الفاي راح تكون بها الصورة يعني هنا في الربع الرابع هذا يؤدي الخواص سعوية أما إذا كان VL يساوي VC هذا يؤدي إن في تساوي صفر يعني الخواص مقاومة صرف هذا من راح نجي نشوف هاي الحالة في حالة الرنين اللي راح نتناوله في درس لاحق إن شاء الله عزيزي هاي بالنسبة إلى خواص هذا المنحني هنا عزيزي راح نجي نشوف مخطط آخر اللي هو مخطط الممانعة مخطط آخر عزيزي راح نشوف هو مخطط الممانعة أيضا في ربط التوالي عندك هنا ش راح يصير عندي باعتبار عزيزي لاحظ هنا إنه هذه المعادلة في توتل سكوير يساوي في آر سكوير زائن في آر ناقص في سي لكل سكوير يعني فولتيات الراد ممكن أن نقسم طرفين معادلة على آي سكوير باعتبار إنه التيار ثابت في كل عنصر من عناصر الدائرة إذن راح نلاحظ إنه هاي المعادلة راح تنقلب بدلالة الممانعات يعني في توتل سكوير على آي سكوير راح يصير الممانعة الكلية للدائرة اللي يسميها زت وكذلك الفي آر سكوير على الآي سكوير راح يصير آر سكوير إذن راح تنقلب هذه المعادلة العزيزي بدلالة الممانعات إذن راح يصير المخطط مالي بالشكل التالي بدل الفولتي راح يصير ممانعة أكس أل أكس سي آر وبنفس الكيفية اللي تناولناها في مخطط الفولتي راح نتناول مخطط الممانعة هال الممانعة الكلي أزت هذا الضلع راح شي يساوي ل أكس أل ناقص أكس سي وهذا يساوي الأكس اللي يسموه الرادة لاحظ تسميات عزيزي الرادة هو حاصل طرح أكس أل ناقص أكس سي حاصل طرح الرادة الحثية والرادة السعوية إذن الآن نتناول هذا المثلث ما تي شغل كله في هذا المثلث مثلث قائم الزاوية عبارة عن وتر ومقابل ومجاور لاحظ توضيح هذا هو أكس اللي هو أكس أل ناقص أكس سي إذن خلاص هذا أو العلاقات اللي ممكن أستنتجها من هذا المخطط ز تربيع يساوي هار تربيع زاد أكس أل ناقص أكس سي كل تربيع يعني هذا مثل ما قلت لك الأكس يعني الرادة اثنين تان الزاوية في يساوي أكس أل ناقص أكس سي على أر واذا نسيت المقابل عن مجاور تان الزاوية هو المقابل عن المجاور ثلاثة كوساين الزاوية في يساوي المجاور على الوتر يعني أر على ز أر على ز عزيزي هناك ملاحظة مهمة جدا من خلال العمل لاحظنا أنه بعض الأخطاء التي تتكرر عند الطالب وحبنا أنه نوجه عليها لاحظ عزيزي هنا الطالب يخبط بين ثلاث مفاهيم عادة في السؤال يعني يطرح علي بالسؤال دائرة مقاومتها يعني يمزج أو يخلط بين مفهوم المقاومة ومفهوم الممانعة ومفهوم الرادة يعني أرجو التمييز بين المفاهيم الثلاث المقاومة ميز بين R اللي هي مقاومة الدائرة المقاومة الصرف و Z اللي هي ممانعة الدائرة وبين X اللي هي الرادة وهاجي إنه عبارة عن XL X C لاحظ عزيز هنا شنو الفرق بين هذول الثلاثة طبعاً الثلاثة يقاسم بالأوم بس هنا مقاومة الدائرة الصرف هنا مقاومة الدائرة الر ممانعة ممانعة الدائرة هي المعاكسة المشتركة للرادة والمقاومة يعني لاحظ عزيز هنا Z هي محصلة الرادة والمقاومة Z هي محصلة الرادة والمقاومة إذن Z هي ممانعة الدائرة الممانعة الكلية للدائرة اللي تشمل يعني حاصل الجمع الاتجاهي للرادة والمقاومة الرادة هنا عزيز مثل ما قلنا XL حاصل طرح الرادة الحرثية والرادة الشعوية إذن أرجو التمييز بين المفاهيم الثلاث أرجو التمييز بين المفاهيم الثلاث عزيزي الآن راح ناخد سؤال يأكد الكلام اللي تكلمنا بي قبل قليل سؤال ارسم مخططي الفولتية والممانعة لدائر التيار متنوق RLC متوالية الربط مع ذكر خواصها إذا كانت A VL أكبر من VC B VC أكبر من VL V C ساوي VL لاحظ عزيزي هنا أي حسن عندما تكون VL أكبر من VC مخطط الفولتية مخطط الممانعة حسن عندما راح أحل أي الرسم نفسه مكان محاور نفسه VL VC V R الآن من الأكبر عزيزي VL أكبر من VC إذن الرسم راح يكون وين المحصلة في الربع الأول VTotal Phi هذا VR هذا VL ناقص V VC VC ناقص الخواص حثية لماذا؟ لأن الفاي موجبة لأن الفولتية الكليز تتقدم عن التيار بزاوية فرق طور فاي مخطط الممانعة XL XCR لاحظ عزيزي XL ناقص XC هنا أيضا الخواص حثية لأن الفاي موجبة هذا بالنسبة إلى A بالنسبة إلى B عندما تكون VC أكبر من VL هل يكون نفس الرسم؟ لا طبعا هنا راح يكون بالشكل التالي عزيزي تبه VL VC R راح يكون محصلة بالربع الرابع أفن هاي VR الفاي سالبة لأن بالربع الرابع هاي VTotal كيش راح يكون عنده هنا الخواص سعوية السبب لأن فاي سالبة ماذا يعني ذلك؟ يعني أن البوطية الكلية تتأخر عن التيار بزاوية فاي إذن الخواصة هنا سعوية من راح نيجي نرسم مخطط الممانعة طبعا طبعا عزيزي تهنا مخير في السؤال بمخطط الممانعة ومخطط البوطية حسب معطة السؤال وبالحال تهن راح تحصل نفس النتائج لأن أنت سار عندك مخططين من حقك تستخدمهن حسب معطة السؤال حسب معطة السؤال هذا Z هنا أيضا الخواص طبعا سعوية لأنه الفا ساب فاي ساب في الحالة سيا عزيزي وهذا مثل ما قلنا راح نشوفها في حالة الرنين مخطط الفوطية راح يصير بالشكل التالي بي ال بي سي بي ار الفي توتال راح نطبق على محور يعني راح نطبق على الفي ار هاي الفي توتال يعني نانا الفي توتال نساوي الفي ار باعتبار من العلاقة عندنا يعني الفي ال ناقص في سي بولتية الرادة صفر إذن هاي عزيزي الخواص مقاومة صرف وهي حالة الرنين اللي راح لتنمالها لاحق أيضا مخطط الممانعة راح يكون بشكل التالي اكس الف اكس سي ار هنا زت راح تنطبق على الار ساويه هنا نساويين بالمقدار طبعا بس هذا مجرد للتأشير يعني هذا مساويين بالمقدار زت تساوي الار خواص مقاومة صرف خواص مقاومة صرف هذا بالنسبة هذا السؤال يعني راح نتعرض لدني الحالات اثناء حل الاسئلة فإما تكون الخواص حثية او سعوية او مقاومة او مقاومة صرف الآن عزيزة راح نتناول مثال الرابع في الكتاب المنهجي مثال الرابع راح نشوف شون طريقة في الحلمات شون اللي ممكن نستفاد من عنده والأفكار اللي ممكن نستنتجها من عنده مثال الرابع ربط ملف معامل حثه الذاتي L يساوي جذر 3 على π ملي هنري بين قطبي مصدر للبولتية المتناوبة فرق جهده نيد فولت فكانت زاوية فرق الطور فاي بينه متجه الطور للبولتية الكلية ومتجه الطور للتيار 60 درجة ومقدار التيار المنسب في الدائرة 10 أم ما مقدار أولا مقاومة الملف R 2 تردد المصدر اللي هو F تردد المصدر اللي هو F لاحظ عزيزي هنا في هذا السؤال لاحظ ربط ملف معامل حثه الذاتي هنا نركز على هاي الكلمة عزيزي الملف يعني من أقول ملف غير من ما أقول محث المحث هو ملف مهمة للمقاومة إذن لاحظ عزيزي في السؤال الوزاري في أي سؤال يواجهك عندما يقال ملف يعني هنانا محث ومقاومة يعني لا يمكن أن تهمل مقاومة هذا الملف أما إذا قيل محث يعني هذا الملف مهمة المقاومة لاحظ هذا الفقرة المهمة إذن ربط ملف يعني باعتبار محث ومقاومة معامل حثه الذاتي جذر ثلاثة على ميلي هنري ولاحظ عزيزي هنا ملاحظة جدا مهمة المسمال يعني ميلي في عشرة سالة بثلاثة لكن المكابتل ميجا عشرة وستة فلاحظ هنا فقرة مهمة جدا الأسئلة الوزارية أكيد مطبوعة بتكون المسمال يعني ميلي الملكابتل يعني ميجا الفرق بيناتهم مليار يعني فرق مهم جدا بين قطوي مصدر للفوتية المتناوبة فرق جهده ميد فوت فكان زايد فرق الطور فاي بين متجه الطور للفوتية الكلية ومتجه الطور للتيار ستين درجة ومقدار التيار المنساف في الدائرة عشرة أمبير لاحظ عزيزي في كتابك نانا مطيني مخطط الممانع رسمي مخطط الممانع اللي هو XLR لاحظ هاي فاي قد تتسأل عزيزي تقول هذا مو نفس المخطط اللي قبل قليل شرحته هنا أنا عزيزي هاي الـ XC اللي هو مكانها هنا قد ألغيت من الدائرة لعدم وجود متسعة إذن أنا في حالة عدم وجود أي عنصر من عناصر الدائرة مجرد إنه ألغيها من القانون اللي أخذناه من العلاقة وألغيها من الرسم من الرسم المخطط يعني هسه راح يسر عدل XC صفر إذن صارت العلاقة بالشكل التالي أو الرسم صار أدي بالشكل التالي إذن هذا المثلث أدي مثلث جديد الوتر مالة Z المقابل مالة XL فقط باعتبار الـ XC صفر والمجاور مالة R هس عزيزي هنا أنا شون أطلع الزاوية R ألا عفو شون أطلع قيمة المقاومة R هنا أنا من خلال هذا المثلث عندي كوساين فاي يساوي المجاور على الوتر إذن R على Z R على Z لاحظ أزيزي هنا أنا الكوساين فاي عندي طيب عندي هنا أنا الزت مجهولي الزت عندي مجهول لكن أنا ش عندي عندي فولتيت الفرق الجهد عندي وعندي التيار إذن هذا ممكن إيجادة يعني وين مجهول السؤال هذا كوساين عندي اعتبار الزاوية عندي وزاوية خاصة معروف الكوساين مالتها الزت هاي ممكن أنا أطلعها من العلاقة V total على I total لاحظ أزيزي هنا أنا أحب أتوقف توقف مهم جدا قانون أوم يطبق في دوائر تيار المتناوب لكن أنتبه هنا إلى فتفقرة مهمة جدا هنا أزيزي أنتبه هنا إلى قانون أوم من أقول Z يعني XL مثلا مثلا XL هذا رح يصير فولتية على تيار نعم بس أنا من أكتب العلاقة هيتش رح أغلط بالامتحان لأن أنا عندي فولتيات أربعة وتيارات أربعة يعني فولتية المقاومة لو فولتية المحاث لو فولتية المتسعة لو فولتية الكلية فإذن هنا لازم أحدد L L من أقول X C VC على I C من أقول R المقاومة فولتية على التيار نعم بس يا فولتية ما للمقاومة لذلك أزيزي رح نشوف أثناء شرح بالدروس اللاحقة إن شاء الله رح أركز على VC VR قد يقال أنه ليش ليش نقول IC IR مع العلم أنه عندي ربط توالي أنا وفي ربط التوالي رح تكون التيار مشترك نعم بس إحنا نحتاط فيما كان الربط توازي في حالة الربط توازي رح يكون التيارات مختلفة إذن الأمن إليك عزيزي حتى لا تغلطوا الامتحان وحتى يكون جوابك دقيق لازم أميز في كل مفصل من عناصر الدائرة أميز إنه هاي يا فولتي هذا هذا يا تيار أقصد بي لأن رح يصير عندك اختلاف رح يصير عندك خطر إذن نرجع السؤال عزيزي هاي الطريقة طبعا شرحناها إحنا في العام السابق اللي هي طريقة السلسلة خلين نسمي سميناها طريقة السلسلة وقتها اللي أفته من عدها شون أستنتج الحل شون أستنتج الحل قبل لا أجاوب إذن لاحظ عزيزي هنا الزت باعتبار أنا سحبته V total عندي والI total عندي إذن هنا رح نبدأ الحل من الأسفل إلى الأعلى إحنا قلنا التخطيط الحل التفكير بالتجاه والحل بالاتجاه المعاكس إذن هاي سراح بما أن كل خطوة تبدي بما أن إذن بما أن الممانع تساوي V total على I total إذن Z تساوي V total عندي 100 الI total 10 ويساوي 10 عم رح نعبر الخطوة الثانية كوسين phi يساوي R على Z بما أن كوسين phi يساوي R على Z إذن كوسين 60 يساوي R على Z خلنعوض نصف كوسين 60 نصف يساوي R مجهول السؤال على Z اللي طلعناها 10 هذا يؤدي أن R يساوي 5 أم هاي مقاومة الدائرة راح نجي عزيزي إلى تردد المصدر تردد تردد المصدر وحب ركز على هاي الفقرة تردد المصدر هذا لأن هناك فرق راح نجي بالدرس اللاحق فرق بين تردد المصدر وتردد الدائرة إذن هنا تردد عزيزي نعرف إحنا XL يساوي 2πFL نفس الطريقة طريقة السلسلة أنا إش عندي هسمة جهول بالسؤال هذا أطيع علامة استفهام L معامل حث ذاتي موجود XL ما عندي هذا نسحبه من علاقة أخرى إحنا عندنا Z تربيع يساوي R تربيع لاحظ زائدا XL ناقص XC تربيع بما أنه عنصر المتسعة ما موجود هنا إذن راح يحدث من القانون راح يصير X تربيع إذن عزيزي هذا المسحوب R عندي Z عندي إذن راح أبدأ تطبيق الحل من الأسفل إلى الأعلى إذن Z تربيع بما أن Z تربيع يساوي R تربيع زائدا XL تربيع إذن 10 تربيع يساوي 5 تربيع زائدا XL تربيع إذن XL تربيع يساوي 100 ناقص 25 ويساوي 75 إذن XL عزيزي يساوي جذر 75 Ohm لاحظ هنا بما أنه معطى السؤال بجذر 3 إذن أحاول أحور هذا الناتج إلى جذر 3 حتى يصير اختصار يعني عملية ترهيم عزيزيز هنا عملية ترهيم أرقام حتى أوصل إلى ناتج بسيط إذن هنا هذا ممكن أقول 75 هو عبارة عن 25 في 3 ويساوي 5 تطلع خارج Ohm إذن إذن الجذر ويجذر Pi ويجذر إذن F الناتج سيطلع عندي 2500 هارتز هذا بالنسبة إلى حل مثال الرابع هذا ما يسمح به وقت الحلقة إلى أن نلتقي بكم مجددا هذه تحياتي وتحيات كادر البث إلى اللقاء اشتركوا في القناة